نطبخ بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجث ومهارة وبدع بقى حلاف ونور نطبخ بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجث ومهارة وبدع بقى حلاف ونور وبدع بها حلاف نور نطبخ بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجيث ومهارة وبدع بها حلاف نور نطبخ بفن وشطارة في أمامي من يكون منافسي بجيث ومهارة وبدع بها حلاف نور وبدع بها حلاف نور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من أمام الزواقة باليوم هاشتاغ ستين بتمنى اليوم فعل هاشتاغ إذا عندكم أي أسئلة فيه عندنا اليوم نجوم عن جد نجوم عندنا سعد السعدون وسعد القحطاني وصالح النجاشي وعندنا عبد الكريم القحطاني وعندنا عبدالله العنزي وعندنا فيصل إيدا وأول واحد والله بتستاهل شوفتك يا حبيب الله يسعد قلبك أعزائي اليوم بدنا نولع لأننا فعلا نجوم كل واحد عنده سؤال خاص يلي بتكون ياه قولوا ستين اليوم على هاشتاغ الزواقة ستين طلبوا يلي بتكون ياه وهنا رح يجاوبوكم عليه وأنا رح يفتح الهاشتاغ اليوم لا رح بس تك تك ولا بطيخ يلا خليني يعيش معكم اليوم وبالنسبة للي عم يسأل مرة تانية محمد الفهيد أعطوني بإذن الرحمن الأحد القادم إن شاء الله بيكون معي بس هو والاستاذ هادي استدوقوا أعدوا وبالذات فات عليهم ضيف جديد ياللي هو مين محمد الغندور ويمكن كمان هلأ عم يعملوا قصة بجوزة يلحقون جماعة حامد حلو حامد حلو لأ رح يجز لنا على وين على ينبع لا لا ما في ماربية حامد حلو ينبع لأنه هناك شوب أكتر أعرف كيف وين الشباب سعد السعدون سعد القحطاني أهلا وسهلا ومرحبا احترامي كيفك يا وحش الله يساعدك شباب وين أخواتكم وين رفاءاتكم بجون انت شو اللي مدائك مبارك مزعلان من حامد حلو شو باك يا زيني شو باك انك فاتح مدرسي شكيت الله الله خلاص برامج كلها على بعض مدرسة يا أبو سلطان شكيت الله الله بس يكفي عن جد يكفي أنه لحنا وين قناة المجد أكيد هذه أهم شيء هذه أكاديمية وشبك الإعلاميين أبدا هون اللي بيطلع منك أنا التأبل هالمرة اللي بيتخرج من المجد بإمكاني يصور أي برنامج إن شاء الله على الأمر ليش؟ لأنه هون بيعلموك الضوابط وعليكم السلام بدري بكير بدري من عمرك حبيب قلبي شلونك؟ والله منيح شو الأخبار؟ والله منيحة شوفي ما في أخبار جديدة عندك؟ والله كل شي عندك والله ما في عندي ما في شي جديد ليه؟ ليش هيك ناشف الأمور؟ والله ما في شيء نرسم اليوم عشان كذا أه بعمل لكم مشان هيك عم بسألوا ليش شو عنده اليوم؟ لا ألا وعسى يفكي سيكون رايح تحضر العقيقة تبعية ابن أخوه لعبد الوهاب الرصي والله نشرف يعني ما عندنا مشكلة شكلك مضيح ما كان الأصر ما؟ لا تبعونا بدون دعوات يا جماعة عبد الوهاب الرصي أخو إجاو ولد الله يبارك له فيه يجعله من البارني دعوة عامة للكل دعوة عامة للكل عمل لك عامل دبايح وعموزع سيارات روحوا إن شاء الله عبد الوهاب لساعته بالقناة يا هلا مساء الورد يا أحلى شيف شكيتك لأله على كثم أحبك يا شيف الله يسعد علمك يحبب خلوه فيك كيف يمورك؟ ما هي الحلوة؟ سعيد يا سعيد بسم الله سعيد دائما نعيبتك تأتي متأخر أريد أن أعرف لي ما هي الحلوة؟ ما شاء الله أهلا وسعيد يا مرحب يا مرحب يا مرحب ما هي الحلوة؟ الحمد لله الحمد لله طبعا نذبح لك هلا بعدين نضبط لك خلاص نذبحوا خروف ابن أخو للرصي هات التايس يا ولد هات التايس؟ أين التايس؟ هات التايس؟ أخذوا المحميد وراح فيه محميد طبعا ايه والله أخذ هذا أعطيني يا بلالك شو هاتفتحه؟ هذا جنبي هاتفتح شوفوا ببعض الناس يقول ما ترجع لا بس محنا قايا يا سلام طب سواني بس شباب اليوم عنا باستا بصوص السبانيخ يا سلام مين الناس عندكم هون انتو؟ عبدالله طيب اليوم عنا باستا بصوص السبانيخ عبارة بننسل المكارونا وبناخد بتنجرة الثانية صغيرة وبنعمل الصوص الصوص عبارة عن ايش؟ المكونات قدامك عندك طحين جايك طحين عنا طحين واشتاني وكريمة سوالبات سلامات خباك خير خير شباب شراب مي حبيبي شراب مي شراب مي صلوا على النبي يا جماعة الخير خاطرك خاطرك أنا بمشي تبغي شيء وين؟ ملا أنتك تللي شو دور؟ تعمر نمشي والله ايه خليك نيش لا ايبش واعب تعرف عليها من هنا لا هنا ايه هذا اللباس هذا اللباس تبع وين؟ هذا يمن اليمن يمن أصل عرب ونعم يا سيدي ايه وروا هلأ خليك معايا بيها روح خسل يا علبي بسم الله عليك بسم الله عليك هذا من كتر مانات وطط هلأ شايفك أنا طيب الحين هذي عنا طحين ندوى مع الزبدة هذي سكة هذي شوة ملحة خشل ملحة ملحة بابركة الله يسعد الباك هاي بابركة وهذا توم وهذا ليمون بعد ما نحط لطحين مع الزبدة وننزل عليه بالكريمة أول شيء ندوى بهم بالزبدة وننزل عليههم شوية مي بعدين ونصير بمسك للقوام ننزل عليه بالكريمة وننزل عليه بالسباني مشان السباني خضال خضر لانه هاي ثلاثة ارباع السوا شباب ماضح عبدالله ليش متأخر انت؟ آآ ماشي خلاص مش الحلح ترى هذي سنك المحل شوفوا الوصف يا شباب لا أول شيء خليكم معاي ونشان بعد مننا ما يحدا يسأل نحطوا طحين مع الزبدة بنحمصهم شوي مع توم حبة توم واحدة لا تكتروا بعدين مننزل عليهم بشوية مي بعد ما يدوب الزبدة والطحين يتماسك لننزل عليهم شوية مي مشان ايش يصير هيك يربط مع بعض بعد مننا مننزل عليهم بالكريمة ايو هاي الكريمة مننزل عليهم بالكريمة ومننزل عليهم بالسبانيخ ليش آخر شيء سبانيخ لأن السبانيخ ثلاثة ارباع السوا ومشان تضلونا خضراء ونكون سلقنا الماكارونا الماكارونا لك لازم لحالة حبة توم واحدة معاهم مع هذا أعزائي المشاهدين اذا في عندكم اي سؤال او اي استفسار عن الاكلة اليوم اسمها باستا سبانيش سوس يلي هي باستا بسوس السبانيخ جدا مفيدة للكبار والصغار وبهالشوبات هاي باردة شوية على القلب تمام يا شباب طحين وزبدة طحين وزبدة مع بعض اول شيء سلق الماكارونا صرحة ماذا؟ صرحة 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 ايه 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 يالله ايه هات لأشوف عندك هات لأشوف يالله هات لبس يمني لبس يمني يبس يمني هاته جنبية جنبية ايه ايه عيد تلبس يمني يلبسونا هالجنوب نعم طبعا من هالجنوب من نجران ونعم ثم عثوا بعيد نفس اللباس اليوم بجي بشكل مختلف جنبية يعني ما في فرق بين عيد كلنا واحد كلنا واحد اولاد آدم وحوة طيب طلع على الجنبية ايه الممنوع ممنوع عندما أمال تلبس عقود ان تضع يده أوه ممسكها أوه ما يجب نحن يجري هنا محد يمسكها ويطلح منك هذا الفلس بالله طيب ايه ماذا بتلبس ترى هات صارتك العادة ب Panch لودنا بالجنوب بال acids بالزواجات. بالزواجات. عزائم. حلو. لا تنبس عليها أيديا. تخيل أنك تظهر مع أخيك. تنبس عليها ويأتي أحد يمزح معك. أنت تعرف مزح الشباب. تماما. هذا هو. نتبع لك يا أمي. لا 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 الله يبارك لك يا أمي. هذه الأمور طيبة. لا لا. ما هي هذا؟ هذه نشودة يمنية لكن يجب أن يطبقونها. هل تعرفون أن تردوا وراي يا شباب؟ طبعا بعد كلمة. نشكر الله أخ بدر على موروثهم الجميل. وأهل اليمن والله أنا متاجعين على الراس. ومن الناس التي أنا أحب جدا موروث أهل اليمن. هذا من أصلك الطيب. هذا من أصلك الطيب. طبعا أمسا متفق مع كلامة الشباب. أكل أغلب شوق. كل واحد يأخذ كتر معين. لا تقصر أخي سالم. لابس لبس صعيدي. وواعي لبس سوداني. ومن كمان. من كمان. هناك شخص يأخذ لبس. أعني كم شخص يأخذ لبس. لا تقصر. تقريبا نحن نتاع. طيب يا شباب. ترددوا معي في هذه. ترددوا. ترددوا جودة لذرع يا جماعة. سعيدون. ترددوا. ترددتنا ورقة. لا ترددتنا ورقة. لا ترددتنا ورقة. ترددتنا ورقة. طيب اسمع. تردد الموضوع. نريدنا ننهي. باش أعللك. ما الذي أريدك منهم؟ فقط يقولون حروف. وهي كيف. يقولوا ألف. أنا أقول عبارة عنه. بعدين الباء. خلاص. أفرح في أشباب فإبدا كريم. عبدالكريم. أفرح في أقرح. أنتوا تقولون أنا أعرضكم عبارة. مثلا ألف. أنا أعرضكم عبارة. بعدين أقول تكون أشرح عليكم. أشير عليكم. ماذا الذي يجعلون ألف؟ باء. تمام وهذا حق لضرعي معرفة هي قديمة يمكن بعضكم قسمها وانا بقول اذا الشرت تقول حرفي بعدها عادي حتى لو انس الباقين تمام يلا يلا قول ان شاء الله هني اضبطها طب كاتبها اغربها من يحافظها يلا أعطونا سعيد معنا يلا هوا بقولوا مثلا ألف أنا بشرح لكم واقعنا عشته أنا الباق قول والباق أنا بقولوا كده الباق اللي بعدها والباق لا لا أعيد للأول أنا ببدأ بالألف يا أبو سلطان علي مشارك هذه وتقضب الباب اي دغري على طول بعدك على خشمي عندنا احنا جسمة هوانا لا اخذ لك بصوت بصوت اسلم اسلم يلا ليش يا ادخل بيوم موضوع ليش اصار ليش تعهد مكاني تعهد مكاني اقتل عليك ركز ركز ليش يا صالح زعلنا صالح بص ورعتك بس اسلم اسلم يلا ليش يا صالح يلا خلاص خلاص واجت فيصل خليك معا صالح الله يديك يا صالح يلا اسمعوا يلا أنا من عندي أول شيء حرف الألف انت قولي كده أخلاص الله معك انت الألف يلا أنا من عندي بلشت الألف بعدين بقول لك بشرح لك وبالباق تمام يلا فرج همنا والتا تحملت التعب والمشاكل من صغرنا والتا ثلاثة أيام ولا دقنا المرق في بيتنا الله كريم والجيم والشيم شكيت أكله الله أعضب الخط لا شوف الخط بالله شوف الخط بالله أر بيتنا هذا البطء يا جماعة ما شوف هذا بحال أمر اسمع هذه أقسم بالله أنا فكرتك عامل طلاصم ما تحهر؟ يا جماعة الخير شوف خط والباب يوسع جمل والباب يوسع جمل اسمع والباب يوسع جمل يا الله أوعد أوعد وعيد الجمهورة وعيد الجمهور بكرة جيبها بكرة بجيب خط ايوه شوفوا خط بالله شوفوا خط يلي بيعرف يقرأ مننا سطرين إلو مو أربع علماء أربع غند إلو ثمانة غند طبعا هذه ويعطيها لمن ما بده ما عاد الفريقين طبعا طب نوع من جمهورة أقولها بس ما عرفت أقولها صح طيب اسمعني وعيد الجمهور إنه بكرة الفريق تبع بكرة مين هو الفريق تبع بكرة بكرة فيه لحظة أنا أقول لك أنا أقول لك كل شي موقجول عندي بكرة من الفريق بكرة ألا أقول لك ليش لا تروح لبعيد الفريق تبع بكرة وبتعود أنت وياهون اليوم بكرة بكرة في عندك نواف مدوخ وهاني جبارتي ووائل ياسي مدوخ ياسي مدوخ مدوخنا مدوخنا يعني قصد ياسر العبسي العباسي ويحيى بن معيد وعبد الرحمن القحطاني ماشي وفريق نواف خلاص يا شيف مون دور بكرة يقدر يصلح بكرة والباب يوسع جمل والباب يوسع جمل والباب يوسع جمل والباب يوسع جمل أتحداك أتحداك تعمل عليها أرقص أرقص والباب يوسع جمل أنا موت وأنا من أهل الدير أشوف طيب أعمل لك بس منتحمل كرمال جمهور المجد بيستاهل الوحيد كانت مشاركة طيبة أستاذ أنا هل تريد أن تخاطرك شيء؟ هاي بكرة؟ معك بكرة؟ هذه بودي حفظها معك بكرة عرفت كيف؟ الخط الحالة روح فك التلاسم وبعدين تعال يلا فك التلاسم وقراهم يلا بالتوفي لنشوف شوفي هاشتاقات اجتنا اليوم يلا يأتي معي خاطرين تطبخ جيدا يا سعدون يلا طبخ جيدا تضبط لي تضبط لي يا سعدون يلا يا شباب عندنا دخولية عادي ها؟ لا والله أتجلها الشيف طيب عندنا دخولية جماعية متى؟ الحين بصواتنا أنا والخالي هاتنا نشوف يومك النصغر في رموع الدار لا لا تعالوا تعالوا هون تعالوا هون تعالوا هون تعالوا عندي لهون تعالوا ما تغطي لي على الكاميرا يومك النصغر في ربوع الدار نرسم على الأقدار ورد وياسمين الله عازف الأوتار لا تزيد النار في القلوب أسرار رشوة قوحاني ما شوالله الله شوالله شوالله أعتذروا منك سنعوضت في أيام قادمة أبو سلطان الشيف شيف الدواقة شكرا لك ما شاء الله لك و أنت شكرا لك طولة تعاعدوا مرة ثانية للجموع لا لا عادي عندي 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 خالي أنا أصفق له تقول يا سلام هذا الزمن ما هو زمانك زماني الحين يا شروني بدلك كثيري لتخسرين اللي بقى من حناني جني الخبر قالوا لي إنك تحبين وحد ولا لك فالمخالق ثاني لتتركني عايش بين نارين يتعتقيني يتعزي نشاني يتعتقيني يتعزي نشاني طبعا هذا الهداء الهداء ليس الحبيب محبوبة للمكرونية يا أني أفوز يا تعتقيني طبعا هذا بالنسبة لي مو غرب عليك بس الجمهور ما بدي لك طمعا فيك أكتر بس الجمهور حابب من اللي أنت عم تساوي الحمد لله وحاطت باله إنه اليوم في شي محضره في شي اليوم محضره؟ والله في دخولية بس قل جسمي أن أجلها أخيط ليها لبكرة لدخولية وغير لدخولية في إن شاء الله مسابقة في مسابقات وفي إن شاء الله فعاليات حلوة جذابة لم أشتعت له لفيد يا أولاد؟ الله لا تكفر إليه اليوم؟ لفيد طبعا يا خلاص خلى خلال ما هو الفريد الثاني؟ سعدون ما اسمه الفريقون؟ أبو سلطان هذا سراجب في دخول أبو سلطان يلا بس أنا بعمري ما أبنها في اسم محمد الفيدي يعني حطوه بالعكس فريقنا اسمع على دلعونة هذه حرق يعني ما أعرف هذا قالوا له تعالى على فقرة المطبق ولا قالوا له في عنده ملكة ولا شو اسمه لابس إشماغ هنا يعني فايت بدولاب الملابس طالع من الطرف الثاني ولا شو أسطاك بس أمجيني أدى كويس يا رب إن شاء الله أنا هذا هو بس يعني من باب النصيحات لناتكون الصوس عندكم سميك أنا داري رقال لبزيد الماء ديروا بالكم الصوس سميك على فقرة يعني أعزائي خلصت الطبخة حطوا كمان يعني مشان التغشيش أكتر حطوا الجبنة البرميزان فيها كلها ايه سعدون على حبيبي في شي مشاريع غير التبعية الدخولية اللي إن شاء الله بكرة رح تدخل فيها هون بس في شي جديد لسه على السفارة معاك لا لا خلاص سلمت مين هلا السفارة سلمت الأمانة للجسمة يحيى بن ميض وخالد البوضان يا سلام ايه حطه ايه وش اسمه من هاني هاني الجبنة يا سلام وكش كيف ملايب يعني يعني بحسنوا ولا صعبت عليهم والله إن شاء الله لا لا إن شاء الله فيهم خير بركة وأنا معهم يعني لأن شوف أنا اللي بعرف أنه حتى بالإعداد يعني أسامة الآضي اللي والله سعدون صعبة على السفر اللي بعد ايه ولا أعطوني درجزين اه مش كما أعطوني درجزين يا رجال جاك عشرة غند زيادة ويش عشرة غند هي مشان إنك آل تصرفون على مهلك للأخ البرنامج يعني حط من الحباب يلا يا حبوب آه عبد الكريم مرحبا القلب وينك يا رجال هات لشوف شو عندك اليوم مش تبي تعليق صوتيني عطيني انت اللي شوفي ببالك يلي عند يلي عند نشيد ولا قصيدة ويش تبي أنت أجيك أنا منك مبمن تعال تعال جنبي ليش لا يا أهلا وسهلا ومرحبا حبيب قلبي يا شيف الله يسعدك الله يسعدك فيصل هتضر لي حالك بعده على طول يلا أنا بأتكلم على الوقف ترى يلا أهلا وسهلا ليش لا معاك يلا شو تصيدة ولا نشيد لا أهلا أهلا ألهي للغندور حينما نتحدث عن فقرة أمامي نتحدث عن الأكلات الجميلة جداً والمتنوعة في نفس الوقت يقودها الشيف محمود سلطان وأيضاً الشخص الفقيد لدى الجميع والمحبوب محمد الفهيز فلذلك لا تمنى عودته في أقرب وقت ممكن باختصار فقرة أمامي معنى التمييز والإبداع ما شاء الله عليك شكراً يا أستاذ أعطهم تعليق حماسي يدخل معك لا فقرة أشتبي أنت غندور أو من أمامي أمامي وبعدين تفوت على الغندور حياكم الله عزيزي المستمعين في كل مكان والمشاهدين في فقرة مميزة جداً يقودها الشيف محمود سلطان والغائب الحاضر الفهيد أليس كذلك يا صديقي سعيد وفي هذه الليلة يا جماعة نحن هنا في أمامي وهنا أبو سلطان يا أهل إلى النهائي الفهيد أين أنت يا فهيد ماذا تظن نفسك يا ولدي يا محمد أنت هنا في البطولة أنت هنا مسؤولاً عن المطبخ ارجع يا محمد خلا عندك شوية تروح هنا أبو سلطان يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا عبد الكريم يا جماعة الله شعب يا زهيز حس أرجوك يا فهيد نحن نحبك ونغليك يا فهيد نزحها عود إلى مكانك نعم يا فهيد أمامي هي جماعة جدا فقرة مميزة جميلة في نفس الوقت تتميزوا بالأنواع والفقرات ليس كذلك يا سعيد نحن جوعانون لا اه أولا مكانك انتويا أولا مكانك جايبين لكأس العالم هون حبيبي دقيقة صدح نحن جوعانون اي والله جوعانون اشيك عندي بيتين عن الوقف كتابتها ارتجالية بعد فيصل اقول لها البيتين وانا هنا ما نجال لا ما بصير كله هون من دجمول يستمتع فيه على فكرة يعني عم يقول لك الله يخلي لك الصوت الحلوي يلا فيصل بابا يلا حبيبي يلا شكيتكن لالله اي والله بس بس يا ولد اي بدنا كلمة هيك من غشيش نغشيش علبا وش رايك اي سوي مبادرة من الحين يلا واحدة اي او شو اي مبادرة انشر تؤجر انشر تؤجر ورابط ووقف رفاق وجمعية رفاق نعم على اساس تؤجر ان شاء الله يا رب والدال على الخير كفاعلة نعم فحنا ننشر ونعين ونعاوم بعضنا هاي كاميرتاك والله اي انشر يا جماعة الرابط اذا ما عندك استطاعة حتى وان كان عندك استطاعة تبرع وانشر طيب اي شكيتك لالله قال له شو بدأ ينشر انشر رابط جمعية رفاق هو ما في موضوع رئيسي غير جمعية رفاق كل كلمتين بتدخل في اسم رفاق يا سلام انشر رابط جمعية رفاق حتى وانت برعت في جمعية رفاق نعم والدال على الخير كفاعلة حلو غيره سلامتك مسهل شكيتك لالله يمكنكم يا اخي عندكم نلبخل كتير كل واحد يحكي لي كلمتين ويطلع يا اخي عم تشكي على شمعية رفاق فيها فول 4500 يتيم اجوكم بحفل الانشاة اجوكم من حايا الكرماكن انتم يا اهل الزواق عندها مبادرة على الكاميرا عندها مبادرة تخص الطلاب الثنوي هي مبادرة قيم تحافظ على القيم الشباب لو اكتمل الوقف سيزيد عدد المستفيدين سيزيد عدد الناس اللي يدربون الشباب بعد الثنوية يرفع القيم ومحافظوا على القيم مع توفير يمكن وظايف لا هذه مئة بالمئة اغلب الناس يتوظفون ويتخرجون لأن الجمعية تطورهم برضو لا تخليهم يثبتون على مكان واحد من شأن يا جماعة الخير يا جمهورنا الحبيب يا جمهورنا الكريم يا جمهور المجد العظيم انتم صحيح بتساعدوا بنشر جيل واعي جيل مسقق جيل هو أساس هذه البلد يعطيك العافظ شكيتك الله يا بومجاد يلا على مقعدك يلا فضل استاذ فضل أنا عندي بيتين بيتين لمين بيتين للوقف بيتين للوقف اي عن الوقف يقول لا تغرك هالدنيا وتنسى مصيرك لا تغرك هالدنيا وتنسى مصيرك وتروح ما سويت في الصحف عنوان وتطوى صحفك وينتهيبك مسيرك ورفاق ما قصر بتح باب الإحسان يس 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 أكبر الكاميرا الوحيدة خيب أنا أتكلم لا أتكلم لا 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 لحظة بس تفرج شوف هالدول تفرج تفرج ها تفرج شباب ايه عجبنا الأرعي وانسنا كشف عن أرعي تخوفنا شكيتك لا الله غطي راسه غطي غطي راسه يا ولد الصوت يا صالح أزعجتونه وزعجتوا المسلمين وزعجتوا خلقه لا حول الله لا 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 خبوه لا يواجه تعال اخر معي خبوه يلا يا شباب بقى لكم خمس داية ها نقدم ذا خمس داية سكر سكر بلا أنت هذه مبس باقيت هذه شعرية شف شعرية هذه مبس باقيت شعرية أستمكي على المنظر يا جميل طاقيب طاقيب لو لو واحد غيرك آيل لك آيلة بقول لي يعني معزور بس أنت أنت يا راعي الإيطالي آخ لو سمعك باتي توستا باتي ستوتا باتي ستوتا اسمه أرجنتيني أرجنتيني طلي على فقرة أنا مالي بالكرة بالمرة طيب شباب سؤال للشباب خلقوا خلقوا أيوه غطي غطي بوسيدة غطي 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 يجلس خلني أطول كنا واحد لا أحبك غطي غطي أيوه غطي هاي هي يا السلام كيف أقسم بالله الله 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 يا شباب سؤال بس نبدأ 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 من اليمين لليسار يلا بنعندك عبد الكريم سؤال واحد للجميع قديش كان عمرك وأتسئت سيارة اوه ايوه اول مرة اول مرة سكر بدنا شغلة طريفة 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 بعلم أبوك اوه ايوه طلعت الرخصة أبي حتى ترهم معي في الرخصة المهم كانت سيارة نايريس سوداء أخوي ساق معك أصغر مني بسنة سقنا نيوه مع بعض حلو فأبوي ودانا ايش وانا أخوي في شارع طويل عرفت ما في زحمة لكي ساق براحتي ايه وليتما ودانا لماذا؟ هو بسيارة وانا بسيارة حلو فالمهم مشينا بالطريق وانا شاطفة ماشي منه هو راجع ايه وهو راجع حلو ماذا تفعل على قراتهم لف علي ويخوفني ولف علي طويل عمر ويخلت في مصوره نأزك نأزك خوفني ودخلت في مصور انا الله يهوش ايهوش ايهوش تهويش على خفيف عرف والله العظيم ويضحك ماشي صدمت في السيارة خلحت تشريح بالله عليك واليأكل أنا والأخوي ايهوش جحدني قال الله أنا ما جيت أنا هو اللي قبع شو اسمه أخوك عبد المجيد شكيتك الله عيد حساباتك يا عبد المجيد الله يسامحك والله ما خليها بخاطري ما جيك لبيت عود لك يلا عبد الله ما شاء الله ما خلتها في خاطرة عبد الله يلا حبيبي سمعني شي شي ايش طريف عديش كان عمرك وقاتت سيارة وموقف طريف صار معك سيق تقريبا بالمتوسط بس أبوي يعلمنا وكان حريس ايه او كي علمت السواقة يمكن مدري اول متوسط اول متوسط ثاني متوسط يعني 12 سنة ايه تق لا كيف كان 12 ايه 12 13 12 12 12 14 تقريبا 14 هذا ثالث متوسط ايه كاشاطر الفيزياء ايه فكان يعني يخلينا نسوق ببر ومبر تيجي براكات غبية ويصير وراها جلت ايه ما ودي يعني اطلع فضايحي قوة لا لا لكن شي اسمه داخل البلد وكذا دعني اوكل لا حتى لو بسوق بيكون معي ما قد رحتي يعني الحالي لين ما خلاص وظلت لهالحالي يعني لأي ديش كان عمرك واتصرت تسوق عدد مو للدرجة يعني بس يمكن شهر شهرين ثلاثة اندمت اندمت بعد ما تعلمت وصار يسقو فيك اهلك انك تحولت فجأة لسواء لأختك ولأخوك ولأمك ولأبوك وعلى روح وتعال وانت برة تجيبنا معك وانت رايح تخذ معك والله انك صادق صحوة لا لا بس الله يكتب لأيدي ان شاء الله اكيد ان شاء الله استهلوا مني خدمهم فيصل نفس السؤال كم كان عمرك وشي طريف صار معك والله شف شي الطريف انه تعلمت السواقه وانا بأول جامعة اول جامعة ايوه وقالك بخافه جاء الوالي شار السيارة ايه قال سك للبيت كده اعطاني بتاع السيارة قل روح للبيت بالسيارة من الجامعة ولا من الوكالة من الوكالة للبيت ايه كانت السواقتي خفيفة شوي ايه ما يجيك اللي يعرف بس ألبك يعني بخاف ولا يعني يعني خفيف اول مرة طيب انت ورايح يعني شو اللي ما في شي بس بعدها في واحد من الجماعة حرم يركب معي ليه خليتوا شوف الرصيبك ريب اللي زمرت له ما باع على عني ركب معي وحرم يركب معي الله أكبر ركب معي وخدت اللفة على سرعة فشاف الرصيبك ريب الله يجحي الله يرحمه الله الله يرحمه ويرحمنا برحمته سعيد كم كان عمرك يوم اللي ركبت سيارة يوميا ركب سيارة لا غير طبع الملاهي كل حيث إلى الآن ما سقت صلاحي غير سيارة الملاهي اللي كانوا يأخبوك عليها إلى الآن ما سقت باقي ها إلى الآن لا إلا ما سقت لا لا هو معتمدين عليه بس ما يلحك عانت بالله عن جاي عم يتدرب على سكوتر هلأ سقت يطلع عمره السلامة واللي في المطلخ كلهم من غيرك ما قد ولده والله إلا سعدوني يمكن بس ما شاء الله عليك يلا 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 برافو ما اسمها سقت عمري الله أدري 12 وال11 ما علمني للوالد ولا أخواني لأنني تعلم ذاكي لا خوالي نعم قال قال أبوي وإخواني قال تعلموني على السواقة قالوا ما يخارج خلق الطول شوي انتظروا سنة سنتين موقف أنا المهم رحت الواحد من أعماني نخيته رحت بيض هشكو قلت أكفى أبي تعلمني السواقة وكذا تمام كان معها جيب جيك سام المهم أول ما تعلمت على جيب يا قوة قلبك يا ولاد مغامر أنا أقرب المرتبة آخر شيء قال خلق صامل ما عليك لا تخاف المهم وأنتقها أعطيها الواحد تعرف النمرة الأولى وأنتق السيارة يطل عمره السلام والله العظيم نحسب من رقبة عمي نقدي برا نقدي ندح وقف قال وقف ووقف قال طالع فيه أعطاني ذاك الكف اللي ما نسيته ونزلني طلع عمره السلام يشلني منها قال نازلني ويشلني يشلني ليل ركبني وراء ودق على أبي قال لا تعلم هذا السواق فأم يعني قلبك وقلي ما بتخاف خلاص أنا غامر وتعلمت فلا تستسلم تصل لهدفك يوم ما وصلت وش اسمه صالح صالح أنا أول مرة تعلم تسواقي كنت عمري 16 15 حوالة والله أقسم بالله على هذه النظرة كنت تسرق مفاتيح أبوك ما كنت تسرق سيارة أبوك ولا أخوانك لا لا أحمد الله أنا تعلم تسواقي على ديدسون على ديدسون وين؟ ديدسون 87 وين؟ بالدوادمي أيوة بالفلبر حلوه زين فأول مرة أسوق أي شجرة تحتي أطاه ما شاء الله عليك سيارة تقول كذا أي شجرة يضرب لابوري أي شجرة يضرب لابوري ما تلعيد يدخل فيها لي يا عربت سعدون أول طيارة سأتها طيارة حربية ما شاء الله أنا كنت من أيام الخيول أيوة كنت كذا عندي طاقية كابوي أصلي أرافت ممشي كم كان عمرك وقت سيارة؟ يمكن 13 سنة 13 14 كنت طالع مع أخوي يدربني كان عندنا سيارة كابلوس كنا نسميها سفينة نوح يا سلام هادي الأديم 87 أيوة الكبيرة مرة 78 لا لا ما اسمه 78 بداية الثمانين حلوة كنا نسميها سفينة نوح حديد هادي تدخل بالجدارة عادي يتكمل صحيح كنت طالع وشي اسمه رايح رحت مع أخوي المسجد أساس تدرب في الصالة في الحارة أصلي 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 راحنا المسجد وصلينا خلصنا الصلاة ونحن نطالع من الصلاة جاء أعطاني تعليمات قال لي اسمع إذا تعدى نصف السيارة تلف يمين طبعا أنا يوم قلت إذا تعدى أنا أطول لفيت يمين ما سمعت نصف السيارة وكلت لي زاوية تبعيت المسجد قالت الله زاوية سيارة الإمام أنا آسف أنا آسف إذا كنت ما تدري هذا الإمام يعني فاتح دقري مع رب العالمين دع عليك أو ما دع عليك لا الحمد لله ما دع عليك إن شاء الله راح صارحة يقول ليش ما توقف زين طيب إن شاء الله إن شاء الله قال لنا الله يوفق الدنيا وآخرين فإن شاء الله أنني موفق طيب يا شباب أنا هلأ أنا هلأ بدي أقول لكم بما أنه فتحنا سيرة السيارات ومع السيارات واليوم ما شاء الله بالرياض على هالصيف وموسم يعني كل العالم جايين إجازات وهي في زحمة كتير يا جماعة الخير إنك تتأخر خمس دقائق أحسن من المناظر اللي أنا أنا واحد من الناس اللي بشوفه أنا وجاية حرام شباب مثل الوردة بسبب إنه بس بدي يوصل ما بعرف ليش يعني متأخر هو ما له متأخر ما عنده شي أصلاً بده لو إنه مثلاً يا بدي يروح يعد باستراحة مع رفقاته يا أما بدي يعمل أي شيء بقى بتلاقي بيعمل حادث بيأذي نفسه و بيأذي أيام عائلة بتكون بقلب السيارة أولا بيأذي بيأذي أمه وأبوه بس يكفي إنه إذا أمه نزلت دمعتها و ياريت فرق ثواني والله مو فرق ثواني ما عنده عمل لك ما عنده شيء والله ما عنده شيء هذه واحدة النقطة الثانية يا جماعة الخير ترى شو بدي ألكون فيه ظاهرة عن جد مو حلوة أنا بشوفها كتير إنه إذا واحد عمل حادث حكت سيارة بسيارة عرف كيف ولا صار حادث كبير أمة الله كلها بتلاقي صفت و صارت تتجمع أخر الشرطة وأخر الإصعاب غد النزل مخالفة شو بتفيد المخالفة أخر شو اسمه السير وأطع الطريق وتسبب بزحمة وبالآخر بنقول زحمة بالرياض زحمة بالرياض ترى لو كل واحد بيلتسم مساره لو كل واحد بيمشي بما يرضي الله والله العظيم توصل بكير وأنت بخير وسلامه ولا بتقلق أهلك ولا يلي عنده أطفال زعلوا عليه إنه إذا صار له شيء ولا زوجته ولا أمه ولا أبوه ما بتسوى الدنيا كله على بعضه نجي هلأ بنا نحكي كلمة يا جماعة الخير عن الوقف اليوم اليوم الوقف ما شاء الله بفضل دعم الجمهور الغالي بفضلكم أنتو يا شباب ترى أنتو عملتوا سعدون واللي قبل سعدون أبو أمجاد صح؟ السفراء السفراء اللي موجودين وانت سفير دايم ما شاء الله عليك والله بتستاهل والله اللي حطك ما يعني ظلمات الجمعية الجمعية عمل لك هيا يا جماعة الخير اليوم هدول تبعوت الوقف عم يبزلوا مجهود كل الريال انتو عم تحطوه كل هاشتاق عم تعملوا عم تفيدوا هالأطفال هاي وانتو شفتوه وقت مهرجان الانشادي اللي كان هون شباب مثل الوردة بيستاهلوا الدعم بيستاهلوا كل المحبة بيستاهلوا العطف منكم بتمنى من جمعية رفاق على طول بضل تكرمنا وتزورنا لأنه فعلا قلبنا بيكبر فيكم يلا خالصين يا أولاد أنا خالصين خالصين يلا ها وين نبدأ؟ مين خلص أول؟ عالزمة والأمانة ها؟ كله الله نخاصين يجب أن نضبط الشاكل بس يا أشي عالزمة والأمانة هاي يا رجال انت عجل انت عجل شايفك عم تعملها محسبة شو الأكل هاي الهريس خميعة خميعة لا والله وعلى زلعوت أعطيني الرسيبي طبعا مشان ننزلها وخليكم تطبقوا وانت واحد من الناس خليك تعبلها طيب انتو عملكم مشان انتو تساوي أعطيني معلقة لا معلقة هي لازم لازم بالله عليكم جمهورنا الحبيب ما بحق اللي احرد وإزعال وروح على ماربية من ورا الأكل اللي عم باكله شايفينك شاكيتك والله الله بسم الله هنا هلد من الطعمه أبعد حي أبعد حي لا يجعلني قبله بالعافل نذيذة والله والله حلوة أنا قاعد أراهن عليها بس أعطيني الميكارونة زيادة سلق لا أخذ المعلقة والهي لا لا عين خير يا رجل شوفوا كم صحن عاملين وأنتو عاملين صحن واحد خير عليه لسه لسه أبعيان ثلاث دقائق للهي أنا أخلص لكم ياها قبل أول شي فكرة مين فكرة مين هاد الديكور كلنا بس سعدون انت قول ايه بصدقك انت قول ايه بصدقك بس هون يعني معلشي بقرأ أهله يتورطوا لولو تعاملنا ديكور لخربة الدنيا بقى حرام لا تظلموا أبو سلطان والله تسلم إيديكم أبو سلطان شو يا روح أبو سلطان الله يسعد أول حادث لي والله لو أعلمك ماذا صار عليك أول حادث لي صدمت عجوز عجوز بسم الله الرحمن كان سوق الجمعة تبيع جرات وكذا أريوس عليها الله يجعلك علة في ويهك شو هي صار علة صبعا صدقي علي والله صدقه البضاعة تكسرت بس الحمد لله العجوز سلم الكوش كذينة ضمن الفلام يعني كان سوق الجمعة زاد عن كون شي جبنة شكرا على السليق جبنة ما زاد وانتو زاد عن كون جبنة لا ها تمام طيب شو بدي لكم يا أخي وقسم بالله صح صح يا سعيتو ترجع على الناس ها ها قول يا ألبي والله ترى الأكلات الجنوبية ما أخذت حقها في البرنامج أكلات الجنوبية والله العريكة عصيدة غيره مارقوق مارقوق ما اسمه القرص قرص تنو عصيد ومارق لاحظة عصيدة لاحظة لاحظة أنت ذكرت تتعد عليها عصيدة مارقوق أقسم بالله لصيدك ألبك طيب ألبك طيب ألبك طيب ألبك طيب مين اللي تبع تعال تعال أنت أنا بقول لك والأنت بتقول له أنا تعال 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 ملت في الطبخ العادي يعني تعال 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 اعقل لها بتعليق صوتي ايها الفالح أنا أنا محمود سلطان وتابعك على التلفزيون وما بشوفكم غير عم تساوي كبسة راحة كبسة جاي ورجينا هالمهارات وطلع فن لهذا يلا ترجم لها وإلك عندي شاي العالمين ببلاش بس تساوي بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الليلة يتواجد محمد سلطان علي عتب كثير يا ولدي يا عبد الكريم طلع مهارتك في ريالتي لا تجي تعاتب هنا يا عبد الكريم ماذا تصنع يا ولدي أنت هنا أنت هنا في الحياة لا يا لدي خدر بحث معنا عن النت مأي بس روح لا حول ولا قوة اللي بالله والله هات تعال هات تعال تعال يا حيا كيرا ساعد يالي ترى فالجنى لو حالي يا كليا ضاقت علي كان حينما نتحدث عن الشيف محمود سلطان لحظة لحظة حينما نتحدث عن الشيف محمود سلطان أصحل مدعش دعوه يعتذل لنا قدعت أبو عبد الرحمن هذه الحركة لا تصرح اللي على أطفال يتابعون اللي على أطفال اللي بي نوصل رسالة هادية الله الله أنا يمكن أن أتأكد أفضل شكراً لك أكمل يا أهدف أتأكد 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 تعرفوا عنجاد عملوا لي بالهداء أنه في تداخل أصوات مطبيعية والعالم على فكرة العالم مستمتع معاكم وحابة تسمع كل واحد بالاسم أدلي بدلوك حينما نتحدث عن الشيط محمود سلطان نتحدث عن إبداع والتميز والتفرد في فقرة أمامي وحينما نتحدث عن الأستاذ محمد الفيد نتحدث عن الإبداع والتميز والتفرد فشكراً لكم مشاهدينا الكرام الأخ محمد الفيد ومحمود سلطان شكراً لكم الله يسعد ألبك الله يحب لك عقل حينما نتحدث عن أمامي حينما نتحدث عن أمامي حينما نتحدث عن أمامي حينما نتحدث عن أمامي يقود هذا الشيط محمود سلطان والمقدم محمد الفيد أهلا وسهلا بكم أول شيء هناك تعديل يا شباب سعدون تعال عندي لهون أنت وفريقك لا 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 وانتو تعالوا كمان طلعوا وقفوا هون حل أين هنا إيه أنتو وقفوا هون وانتو وقفوا هون بس لا بدلوا بدلوا أنت وقف هون وهم يوقفون فريق هادي يجي لهون وفريق هادي يجي لهون تعالوا وقفوا هونيك لا 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 لجوه روح ولا جوه كمان أيوة طيب يلا واقفوا لا لا صفوا سعدون صفة أبراج الجوال أبراج الجوال كده 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 تعالوا كده أبراج الجوال أيوة شفتش هاي صفت أبراج الجوال خلس فريقهم طيب هلأ سعدون عن جد أنتو الاثنين بكل زمة وأمانة بكل زمة وأمانة ها أمانة تمام معك طيب بكل زمة أنتو بتدوء طبق الفريق هادي أنتو الفريق بتدوء هذا الطبق وأنتو بتدوء هون ماشي ماشي حاليا وصلت نتيجة الجمهور تمام تمام ابدوا من هونيك كل واحد يأكل ويعطينا رأيهم ماشي أنا علي ساسا صديق لاني شيف ولا عندي خبرة بلك فممكن أظلمه وانتو في ذنب لا 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 يا حبيبي ما عليش احكي احكي انت اسمعني اسمعني انت انت لك يا أخي اسمعني شوي اسمع افهم افهم الكلام يا أخي أقسم بالله انت يعني ما بعرف شو شفت التيس اللي كان معلم حميد لا لا ما شفت التيس هذا اللي سرقتله الحليبات شربان انتويا اخوات مرضاعة انتويا يا أخي لا تطلعوا فاصل لا حدا يطلع فاصل ما قالك قيم ما لا يعتقل بقعط رائع احس بيقصد قيم ابيبي انت اسمع انت دوء انت تتروح على أي مكان طيب تاكل تمام اياب يعجبك اكل اياب ما بيعجبك اعادل يعجبك بس في ذمة وامانة لا ما دخل هي انت اعطيني زوءك يا أخي انت اللي بتحبه ما تحبه غيره سلطان هدوا النفوس عبد الكريم ابدأ من عندك يلا فيصل كمان يلا انت كل واحد يدوء لهم يلا وانت سعدوهم اخوض طريق وانت اسمع ملعبكم من اشعالي يا أخي اعلقوا ياللي بتكون يا اقولوا ياللي بتكون يا لا ما تقدر تشكيكي من نفسي يا أبو سلطان لا لا غلطان ما انتفخت ما انتفخت لانه هاد سباكتي بقال لك بعد ما يخلص البرنامج سباكتي تعرف كم نوع لالسباكتي كم نوع للباستا بالأساس للباستا كم نوع جمهورنا اللي بيعرف كم نوع للباستا يعطينا رقم تقريبي بس رأيك حلو رأيك نحترمه رأيك منحترمه احكوا 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 عبدالله عشت حليقك يا عبدالله انا اي اخلت حليقات الشبا يالله احكوا اعطيني انت 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 اكلت ولا لا دون ملح بروح اصطخي يالله الملح في الصاص يا قلبي اي اوك ابدون ملح هنا سعدون اي وهنا الفريقان المزوق سينتصر يا جمال الاعلان بعد قليل صاحب المركز الاول والاعلان بعد قليل نترقب نعم انتم هنا ما بين متوتن وغاية الكل اشتهد وصل لهذا المكان لكن الفائز شخص واحد اعزائي المشاهدين وصلنا لاخر الفقرة تشوفوا مشان الزمة والامانة والطعم بالنسبة لي انا هون عارف كيف الطعم هون والبرزنتيشن او الديكور هون ايوه الشغلة اللي ملفتة انا هم بحكي عارف كيف بس مشان نشوف ما شاء الله الشباب اللي هلأ عم يدوءوا يعني انه له دوء هو صار يبلع بلع الشكل هون عارف كيف النظافة هون بصفى الجمهور 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 طبعا طبعا أنا مستعين بالشو اسموه قول 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 لحظة 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 عنده واجد سماع ومشان الأصوات سماع سماع دعني جاوبوا اتفضل حبي بشو بذلك اي شاهد بلله وين الشكل ثلاث صحون وين الشكل صح ثلاث صحون اذا لو بحط لك ثلاث صحون غيرت لك صحا حضرت لك انا عادت رح اقعد ساعة مشان اقنعك تروح الدوء وانا ما ليشي فواي انت شنون حكمت ان الشكل مو حلو وما بدك تحكم الشكل ما لي علاقة انا رح اقل لك كيف الشكل حلو بقول الشكل انا سأفهمك حاجة تفهمني يا عمري انت لك انا احطيك معلومة وانت بسوي انك مضبايك خلاص اسكي من مكانك وينك فهمني خلاص لا لا اقول لا بس كذلك لا لا اقول الشكل خلاص نفس بعض الشكل ليش انا حاط لك هذا عشان تذوقه ليش شغلتي اضبط لك الديزاين وكل شيء وما عندي اساسا عندي هذا صحا واحد انا كيف بحط لك ثلاثة صحون وغير لك بالشكل والصوص يا الله خذاه اسمع مشان انا ما اطول عليك لا لا لي حق الرد نفس المعدات لا 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 اسمعوا كلكم لا لا غصمي عنك وبكيفك تسمعني انا وتمحكي انا بي لا اسمعني هو قبل صديق لا نفس المعدات اعمل نفسك مدائم غير ما تتجاوب اعمل نفسك بس مدائم اعمل حركات لا لا حركات نفس المعدات يا حبيبي نفس المعدات نفس المعدات بالنسبة لهن هن جابوا الشكل فعلا رتبوا بس من الاخر يعني مشان ما اطول عليك مشان هيك الفريق الفائز عرفني كيف فريق سعدون اعزائي المشاهدين بشتقوا بحلقة جديدة بكرة اتمنى ان تعجبكم السلام عليكم عائشة بسلطان عائشة بسلطان لا بدان لا تزعال عائشة بسلطان عائشة بسلطان ولا جاد ما بدان عائشة بسلطان اطبخ الفندو شطارة في اماني من يكون ونافي سيب جث ومهارة وبديع بها حلاف ونور وبديع بها حلاف ونور عائشة بسلطان عائشة بسلطان عائشة بسلطان